لا تخاض المعركة بين إسرائيل وإيران على الجبهة العسكرية أو الجبهة السياسية والوقوبات الدولية فحسب فهناك الجبهة الإلكترونية قبل أيام نشرت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل هجوم بالسايبر شنته إسرائيل على ميناء بندر عباس الإيراني واليوم كشفت مصادر إسرائيلية عن حيثيات هجوم إيراني مضاد استهدف منشآت مائية إسرائيلية هل هو الفعل؟ ورد الفعل؟ فبعد أيام من إعلان إسرائيل أن إيران تقف خلف هجوم سايبر استهدف منشآت مائية إسرائيلية وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن إسرائيل استهدفت إلكترونيا ميناء الشهيد رجاء الإيراني إسرائيل الرسمية وكعادتها لم تعقب ولم تتبنى الهجوم لكن محللين إسرائيليين أكدوا أن وحدات إلكترونية واستخباراتية إسرائيلية هي من تقف خلف هذا الهجوم جرت محاولة لاختراق البنية التحتية الإسرائيلية للمياه عبر السايبر هذا الهجوم المنسوب إلى إسرائيل هو شكل من أشكال الرد لا يوجد رد رسمي من إسرائيل هذا ليس مفاجئاً وليس مفاجئاً أن تنشر صحيفة واشنطب بوست الخبر تحرصه كل من إسرائيل والوئيات المتحدة على إرسال رسالة إلى إيران بأن أي هجوم تقوم به سوف يتم الرد عليه بصورة أقوى الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدور في المحافل الدولية في جبهات القتال في سوريا والعراق وغيرها ومؤخراً تنتقل هذه الحرب إلى المجال الإلكتروني وهنا أيضاً تقول إسرائيل إنه يجب أن تحافظ على تفوقها وعلى قوة ردعها لأسيما وأنها تؤسس لوضع تعتبر فيه دولة عظمى في مجال السايبر والذي بدأ يستحوذ على جزء كبير من الصادرات التكنولوجية الإسرائيلية مع تطور تكنولوجيا يحتل الإنترنت مكاناً أكثر بروزاً وأهمية في الحروب الحرب ليست فقط لقصف أهداف العدو ولكن أيضاً لضربها بالبنية التحتية والسايبر أي هجوم سايبر يمكن أن يسبب ضرراً أكبر من أي هجوم آخر الردع في كل مكان تقول إسرائيل والقضاء الافتراضي والإلكتروني يتحول إلى منصة جديدة ومنتهبة في المعركة غير المنتهية بين الطرفين وإنضم إليه في هذا الموضوع هنا في الستوديو الخبير في أشهون الشرق أوسطية سيد علي واكد سيد علي إذن فصل جديد من فصول حرب السايبر أو حرب الهجوم الإلكتروني المتبادل بين إيران وإسرائيل ما طبيعة هذا الهجوم المتبادل وما هي الأضرار التي خلفها هنا يعني بالنسبة لما حدث في الميناء الإيراني الحديث يدور عن تعطيل جزء كبير من البناء التحتية في الميناء الحديث كان يدور عن أن الشاحنات التي كانت من المفترض أن تدخل وتخرج من الميناء ظلت مكانها بسبب البلبلة والإطراب الذي أحدثه هذا الهجوم الإسرائيلي الآن بالنسبة للجانب الإسرائيلي الرسالة هي واضحة إسرائيل الرسمية لم تعلن ولكن نسمع في الساعات الأخيرة على سبيل المثال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق عموسيادلين وغيره من المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون أن هذه كانت رسالة إسرائيلية واضحة لإيران أن حيثما توجد إيران وحيثما تحاول تهديد إسرائيل سواء في المجال الأمني أو في المجال المدني سيكون هناك رد إسرائيلي وأن على إسرائيل أن تحافظ على الردع أيضا في المجال الافتراضي أيضا في مجال السايبر والمجال الإلكتروني يذكر أن هذا يأتي كما أشرته على خلفية ما قيل أنه هجوم إيراني على منشآت مياه إسرائيلية وأن ما حدث هو رد إسرائيلي إسرائيل تقول يجب تجنب المجالات المدنية في هذه الحرب الدائرة بين الطرفين لكن في نفس الوقت المخابرات الإسرائيلية كانت قد حذرت مؤخرا كل المنشآت المدنية والمنشآت الحيوية بضرورة رفع حالة التأهب تحسبا لهجوم آخر وشيك هذا صحيح هناك رفع لحالة التأهب إسرائيل تدرك أن إيران على الأقل في المرحلة الحالية أو المقبلة لن ترد على كل ما تقوم به إسرائيل من استهدافها سواء في سوريا أو في العراق أو في مناطق أخرى من العالم عسكريا وأنها ستحاول أن يكون الرد في المجال الافتراضي في مجال السايبر ولكن بما أن الدفاعات السايبر الإسرائيلية على المنشآت العسكرية هي قوية تعتقد إسرائيل أن إيران ستوجه سهامها في هذا المجال إلى المنشآت المدنية اعتقادا منها أنها ربما أقل حماية الحواسيب وما إلى ذلك من المنشآت العسكرية لذلك تفاجأت إسرائيل بهذا الهجوم الكبير على المنشآت المائية الشهر الماضي وجاء هذا الرد على ما يبدو إسرائيل تعرف أن حينما أنت تحافظ وتحمي وتدافع عن مبنى الترتبات والنظريات الأمنية واضحة ولكن في مجال الحواسيب والتكنولوجيا يمكن اختراق حسوب هنا أو هناك بسبب إخفاق هنا أو هناك لذلك هي تعتقد أن الخطر أكبر وأن إيران ستحاول في المستقبل القريب وهي بدأت باستهداف منشآت إسرائيلية بحرب سايبر وليس بسلاح تقليدي طيب بعد أيام سوف تحيي إيران ما يعرف بيوم القدس هل يزيد هذا من حدة التخوفات والتأهب في الجانب الإسرائيلي بشكل ما؟ لا أعتقد هذا يعني إسرائيل اعتادت على هذه المسيرات يوم القدس الموت لإسرائيل الموت لأمريكا لكن ربما يصحبها هجوم سايبر ربما هناك استنفار عام في إسرائيل هناك استنفار عام في إسرائيل من احتمال أن تستمر إيران بضرباتها وأن إيران قد تتشجع لقيام بالمزيد من هذه العمليات لسيما بعد النجاح الذي سجل الشهر الماضي في استهداف المنشآت المائية الإسرائيل وهذا حدث لا تستهين به إسرائيل وعلى العكس يخلق إسرائيل من أن إيران قادر على اختراق الكثير من المنشآت المدنية في إسرائيل يصعب عليها اختراق المنشآت العسكرية لذلك ستركز على المنشآت المدنية ولكن ما يقلق إسرائيل أنها تلحظ وفما يقوله الخبراء أن إسرائيل تتموضع كإحدى الدول العظمى في مجال السايبر وأن السايبر يشكل جزء أساسي من الصادرات الإسرائيلية للعالم في المجال التكنولوجي لكن ما يقلقها أن إيران بمقدورها أن تحصل على هذه التكنولوجيا من كوريا الشمالية ومن غيرها من الدول الصين وغيرها من الدول ولكن إيران قادرة على أن تطور لا تنفسه لكن قادرة على أن تطور قدرات تستطيع أن تشكل من خلالها تهديدا لإسرائيل نعم علي وكاد الخبير في شؤون الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات